ركود كبير تشهده سوق الأضاحي بمدينة نلوت بسبب ارتفاع أسعار الأضاحي من جهة وقلة السيولة النقدية من جهة أخرى سنين الأضاحي غالية شوية وفيها أكثر الناس عائلات وعايشين بالمعاش والخرفان وصلوا حتى ألفين دينار وعايش بالمعاش وعندهم مجمعات الضمان يأخذوا في أربع مئة وخمسين واللضحية وصلت بالفين وقال الحاجة قالني في السوق توا باربعتاش خمسطاش يعني الصغير باربعتاش خمسطاش والله السوق غالي سنين وان شاء الله ربي يفرس عليهم محمد ومفورت زمعت السوق يرخوا شوية توا دي الحجة أيامات العشر مفورت يساعدوا الناس خلال الناس كلها تعيد سبب ارتفاع أسعار الأضاحي بحسب المربين يعود إلى الجفاف الذي تشهده المنطقة لعدة سنوات بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف ما جعل سعر متوسط الأضحية يصل إلى ألف وخمسمائة دينار العام هذا السعي غالي بسبب العلفة والأسعار المعيشة العلفة غالية استيراد الشعير ما فيش الحكومة ما فيش دعم المواطني عني وقلة الأمطار الجفاف هذا سبب كارتة كبيرة فهمت يستدي هذا سبب الغالى الأضحي والسيولة مهناش والناس تعاني الغالى ياسر يعني الحقيقة ما فيش من المواطنين بيوفر لأن الوضع روما عاش بيصير منها تروى الحيوانية روك أنا قاعد على الموضوع هذا بتنقرد تنقرد تبي ولا ما تبيش كل عام أحرف من عام رو العيد الذي كان يستقبله المواطن الليبي بالفرحة والسرور أصبحت الحسابات التي تصيقه تقلل من تلك الفرحة وترهق أرباب الأسر من ذوي الدخل المحدود خاصة وأنهم من أغلبية المواطنين سالم القطوس ليبيا الأحرار نالوت ترجمة نانسي قنقر